السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه? النهاردة بقى جبنا لكم طريقة اقتصادية وحلوة جدا تعملوا بها بسكوت للشاي ينفع تكليل الصبح مع كباية شاي مع كباية شاي بلبن طعمه جميل وتحفة وشبه بتاع الفرن بالزبط وبمقاتير بسيطة وموجودة عندنا في كل بيت هنعمل مع بعض كيلو دقيق معانا كيلو دقيق منخول وعلي رشة ملح معانا كباية ونص سكر عادي مش بودر ومعانا نص كباية لبن وكيز بيكنج بودر وكبايتين زيت وتلت بضات ومعانا معلقة كبيرة خل ومعانا ربع كباية نشا ومعانا رشة فانيليا والحاجات دي بالكبايات المعيارية يعني الاعيار اللي هي الكبايات المعيارية اللي هي بتبقى في قلب بعضها وهنحط بقى الزيت هنحط كل السويل في الخلاط مش هتحتاجي لأي حاجة سهل جدا وسريع هنحط الزيت وهنحط اللبن وهنحط البيت وهنحط الخل وهنحط طبعا فانيليا وهنحط عليهم السكر هناخدهم في الخلاط نضربهم كويس جدا وعلى طول على الطبق هنزلهم في الطبق وبعدين هنحط المواد الجفة مع بعض هنحط البيكنج بودر على الدقيق وهنحط كمان النشا وهنقلبهم كويس جدا وهنبتدي بقى ننزل بالدقيق على السويل لحد لما يعمل عجينة مظبوطة لو حسيتي ان العجينة طرية هتضيفلها شوية دقيق يعني ايه يعني هم هيخد ممكن ياخد الكيلو وكمان زيادة حبة ما تلاقيش لو لقيت العجينة طرية هتزودلها لحد لما توصل للقوام ده ودلوقتي بقى انا هعمله بالمصر عريض بالمكنة ممكن تعملي كمان با اللي هو الكيس الحلواني هعمله بالمصر عريض ده اللي هو شبه بتاع المحلات هنحطه في السجان وتكون السجان مدهونة زيت خفيف وهنحطه على درجة حرار رمتين هنفتح عليه الشوية لو لقينا ما حمرش مستنى لما نشوفه يحمر من تحت واول لما يحمر ممكن تفتح عليه الشوية لحد لما ياخد اللون الدهب الجميل مش هيقعد في الفرن اكتر من عشر دقايق يعني خليك امتابع الفرن وهيطلع بالشكل ده وباللون ده شكله جميل جدا ومقرمش كده ونشف وجميل حلوة قوي مع كباية شاي الصبح مع كباية شاي بلبن مع كباية نسكة فيه طعمه حلو جدا وتحفى وبسيط وبحاجات اقتصادية يعني المكونات بتاعته اقتصادية جدا ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بقا لايك وشير واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته